مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان لبرنامج كومبيورفت أسرة البرنامج بتتقدم بخالص العزاء للأستاذ الدكتور مصعد جمال الدين أستاذ علم الأدوية البيطرية والوكيل الأسبق للدراسات العليا والبحوث العلمية في كلية الطب البيطري جمعة بنها وأسرة البرنامج تحب تواسي الفقيد مع الأستاذ الدكتور حاتم بهجات رئيس قسم التشريح لكلية الطب البيطري جمعك بنها مساء الخير يا دكتور أهلا مساء الخير البقاء لله يا دكتور عالم الله الدوام والبقاء البقاء لله في بداية الموضوع النهاردة يا دكتور إزاي أثر في حضرتك الأستاذ الدكتور مصعد في خلال مسارتك العلمية لغاية دلوقتي والله أستاذنا الدكتور مصعد الله يرحمه نلسى متكلمين عنه الحلقة اللي فاتت لما كنا متكلم على الكوكسيديا والسلفا ديمدين السلفا كينوكزالين أستاذنا الدكتور مصعد قمة في الانضباط والالتزام قدوة ومثل يحتزى به لحد ما وصل السبعين وإحنا بنتعلم منه يعني شوف أنا تلميزه أو تلميز تلمزته لما يعدي كان دايما مكتبي قدام الأسانسير على طول هو مثلا يخش يسلم علي أنا ما بالحاجة أقوم بعمل على المكتب بس هو داخلي يسلم علي يشوف ابنه من دور ابنه أو كده وشاهل الشنطة فيها كل حاجة ولما كنت مسك طبعا مدير تحليل مجلة العلمية كنت ببعث له بعض الأبحاث يحكمها فكان حريص قوي أن يشوف الباحث صلح للحاجات ولا لأ وعادي يشوفها تهاني وضقة وبطقن عمله فحاجة يعني كده نقول له بيحلل الإرش اللي هو بياخده ويبيتكلم من عمل يدي وفي الناس اللي زيه دي النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه قال من بات كلم من عمل يدي بات مغفورا له الله يرحمه يا دكتور ويجعل مسواه الجنة إن شاء الله نبتدي موضوع حلقتنا دكتور بخصوص فيروس انتشر في الأوينة الأخيرة فيروس كورونا اللي هو انتشر في مدينة واوهان بالصين أحب حضرتك في نبذة مختصرة كده تعرفنا إيه نوع الفيروس ده وطرق الوقاية منه هو الفيروس بصفة عامة بيعمل أعراض تنفسية وهو شبيه للصارس اللي كان ظهر من فترة برضو في شرق آسيا وكده الفيروس المعروف عنه إنه هو بيحصل فيه تفرات وبتغير ماشي فهي الخطورة في ظهور الفيروس جديد إن مفيش أمصال ومفيش لقاحات ليه ومفيش مناعة ليه صبقة يعني الله هو أصاب حد قبل كده فترة قبل كده وجسمه يكون له مناعة ولا عمل مشكلة والناس بدأت تعمله تحسينات هي دي مشكلة الإيه الفيروس إنما لما يبقى مثلا عدد المصابين يزيد وعدد وفيه وفيات ده بيعمل قلق عند الناس فهمني لإنه مفيش تحسين فإذن لسه على ما يبقى يتعرف هو إيه ويتعمله تحسين دي المشكلة إنما كل الناس ووسائل الإعلام طبعا أحطت بالموضوع ده كتير أو إنه ولو أعراض تنفسية وإنه شبيه بالصارس هو فعلا بنتقل عبر الخفافيش زي ما سمعنا هو اتنقل من الخفافيش لأنهم طبعا عندهم طبيعة الغذائية مختلفة أو ثقافة الغذائية مختلفة صحيح فمن شربة من قلال تناولهم من شربة الخفافيش جلهم المرض ده طيب تمام يا دكتور وبصفة حضرتك حاصل على معهد إعداد الدعاء التابع لوزارة الأوقاف دفعة 2019 في استفادة سريعة كده يا دكتور يعني تحب يتسلط الضوء على فضل طالب العلم وفضل العلماء في نشر العلم يعني كان في مقولة مشهورة صدقة من قال أن العلم نور والجهل ظلام وأنا أقول إن العلم أوله الصمت وسانيه حفظه وسالسه حسن الاستماع ورابعه نشره فحضرتك أحب حضرتك تسلط لنا الضوء على الموضوع ده بسم الله الرحمن الرحيم ربنا سبحانه وتعالى وطبعا السؤال ده أنا جايبه وطبعا ما حصلش توفيق إن إحنا خليه وراء العزة بتاع أستدنا الدكتور مصعد على طول لأن أنا كنت أصد بفضل العلم والعلماء كان عشان أستدنا الدكتور مصعد يعني ما كانش بعد الكورونا يعني فهو الربنا سبحانه وتعالى رفع الذين آمنوا والذين قوتوا العلم درجات قال بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين قوتوا العلم درجات يعني ما قالش لذين اقتروا علم منكم لذين اقتروا علم منكم ومن غيركم يعني قادسه اللي اخترع عن المصباح الكهرابي وهو على غير الإسلام بس أفاد المسلمين فربنا يرفعوا درجات برضو بذكر اسمه ففضل عنه وربنا بدأ كتابه بدأ القرآن بإقرأ إقرأ باسم ربك الذي خلق قالك الإنسان إقرأ والذي علم بالقلم ربنا أقسم بالقلم وما يسترون نون والقلم وما يسترون فإذا ديننا بيحس على طلب العلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أو كفضل القمر ليلة البرد على سائل الكواكب شو بقى فضل العالم على العابد وقال أيضا إن الملائكة لتضع اجنحتها لطلب العلم رضا بما يصنع فإذا طلب العلم ده فضيلة كبيرة جدا ولو أجروا عند ربنا سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام برضو جسد الحكاية دي وقال إيه من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع طيب تماما دكتور احنا هتظهر على الشاشة دلوقتي سورة المرحوم بإذن الله الأستاذ الدكتور مصعد جمال الدين كما نوهت في بداية حلقتي أستاذ علم الأدوية البيطرية والوقيل الأسبق للدراسات والبحوث العلمية في كل الطب البطري جمعت بنها الله يرحمه طبعا ويجعل مسوى الجنة إن شاء الله بإذن الله أستاذ الدكتور مصعد برضو هو مؤسس برنامج الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية وكان منصق البرنامج ده برنامج جديد طالع متخصص في الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية بتنفرد بيه كل الطب البطري جمعت بنها فده من البرامج الجديدة المميزة واللي هو كافح كثير قوي لحد ما أسس البرنامج ده هو وكان منصق ليه لحد ما المرض اشتد عليه نسأل الله عز وجل أن يجعل مرضه هذا وصبره عليه في ميزان حسناته يوم القيامة اللهم من سبب ما أغفره اللهم أبين يا دكتور استكمالا بقى الموضوع حلقتنا السابقة ولولا بس عشان الوقت كان دايق شوية بخصوص أمراض الأرنب كنا دخلين على مرض مهم التسمم الدموي الأرنبي البكتيري أحب حضرتك تكمل شرح فيه من طرق وعلاج والوقاية من المرض ده أنا كنت بس أعاوز حاجة قبلها يعني أنا بفضل أن احنا لو خلناها بعض الفاصل لأن برضه عشان يبقى فيه تناسك في الحاجات أنا طبعا كان مفروض وزي ما نوهنا على الفيسبوك وعلى الواتساب إن كنا في انتظار الأستاذ الدكتور علاء الدين حسين مصطفى أعميد كلية طب البطري جامعة مدينة السادات ولكن تعذر عليه الوصول النهاردة إنه كان عنده رسالة رسالة الدكتورة بيناقشها فتعذر عليه الوصول دلوقتي فكان مفروض حتى هو اللي كان لأنه أستاذ مناعة كان هو أفضل من يفيدنا في الكورونا فيروس وكده وكنا حطله الجزء ده من المساحة في الوقت عشان يقول إيه تطلعات جامعة مدينة السادات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وإنه هو يشوف المشاريع اللي حوالين الكلية وإزاي الكلية بتخدمها وهو بيعتذر وبيعتذر أنه يكون معنا في الحلقة القادمة إن شاء الله إن شاء الله خمسة فبراير إن شاء الله إنما الجزئية اللي هي كان نفسي أوضحها برضو اللي هي إيه بقى حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من رأس العلماء ولكن ينزع العلم بإيه بقبض العلماء يبقى إذن العلماء لما ربنا سبحانه وتعالى يقبضهم فالناس لا تجد علماء فيتخذوا رؤوسا جهالا يبقى الرئيس بتاعه جاهل لأنه ما فيش علماء أو المدير أو كده يعني فيفتو فيستفتو فيفتو بغير علم فيضل ويضل فدي إشارة لأهمية العلم وأهمية الأهمية العلماء لازم نوكر علمائنا لازم زي ما شاعر قال قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا فبالذات ربنا ما تحتقول ما تحتال قال والرصخون في العلم الرصخون في العلم يعني أصحاب العلم النافع اللي هم متمسكين به واللي هم بيوضحوا للناس واللي هم كل حياتهم مكرسون النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورصت الأنبياء والأنبياء لم يورسوا لم يورسوا درهما ولا دينارا وإنما ورسوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر اللي أخذ العلم ده أخذ بحظ وافر فمفروض نرجع تاني ونوقع العلماء ده أنا أنا كنت رايح مع شيخ مرة كان إمام المسجد وكان رايح يسجل الماجستير في قولية الأداب فكان المفروض إنه هو رايح يشوف الأستاذ المشرف عليه فليتم يقبل إيده فأنا استغربت هل ده تقبل يد العلماء دي حاجة إحنا إيه وصونا بها الأستاذتنا وعلمانا ومدرسين تمام يا دكتور أستاذن حضرتك وأستاذنكم أعزائي المشاهدين نطلع فاصل قصير ونرجع لكم تاني ببرنامجكم بيورفيت رجعنا لكم مرة تاني ببرنامجكم بيورفيت مع الأستاذ الدكتور حاتم بهجات وقبل الفاصل كنا بسأل الدكتور على المرض الأرنبي التسمم الدموي الأرنبي البكتيري اتفضل يا دكتور أحب حضرتك تستفيد في خصوص هذا المرض وطرق الوقاية والعلاج منه المرض التسمم الدموي الأرنبي البكتيري ده مرض شائع في الأرانب والمرض ده هو بتسببه نوع من البكتيريا اسمها باستريلا مالتسودا والباستريلا مالتسودا ده هي بتعمل مجموعة من الأعراض فيها طور حد وفيها طور مزمن طور الحد بيعمل وفاة بدون أعراض موت مفاجئ بدون ما تكتشف أعراض ده طور الحد بتاع الباستريلا مالتسودا طبعا بتسيب الأرانب الكبيرة أكتر ولكن برضو من عمر شهرين بتبقى فيه إصابات يبقى في إصابات ليه تحصين طبعا بعد شهرين عمر شهرين وكل ست شهور بيتكرر تاني حق هذا التحصين لو جاء المرض ده اللي بيعمل موت مفاجئ ده مش عارة فعالكم لازم يكون محصنوا بس هو السبب بتاعه بكتيريا التاني كان سبب بتاعه ايه فيروس وده كان جديد يبدأ قديم المرض التسامم الدموي الأرنبي البكتيري ده مرض قديم إنما التسامم الدموي الأرنبي الفيروسي جديد وأول مرة ظهر في العالم سنة 1984 وفي مصر طبعا كان سنة 1988 لما عمل ايه وفاته وكلمنا عنه المرة اللي فاته فلازم انت المربي ياخد باله عشان بس تشابه الاسم وكده يبقى جاي التحصين لإيه لده للفيروسي وللإيه والبكتيري الاثنين نفس الاسم ولكن ده فيروسي وده بكتيري ده المسبب بتاعه اللي اسمه كاليسي فيروس اللي دكتور سعد صعراوي كلمنا عنه المرة اللي فاته وده المسبب بتاعه البصريلا مرتوسي ده فالطور الحد للمرض بيعمل موت فجاي اما المزمن طور المزمن او الكرونيك فورم بتاعه بتعمل مجموعة من الاعراض المختلفة فممكن يبقى فيه خنانيك في الجسم كله ممكن يبقى فيه اللي هو السنافل السنافل او الزكام افراز مخاطي سميك من الانف ممكن يبقى فيه حاجة اسمها بايومترا او عدوى الرحم او فيه صديد فيه الرحم فممكن فيه حاجة اسمها مرض التواق الرقبة بالتواق الرقبة يبقى فيه صور عديدة قوي للمرض المزمن اللي بتسببه البصريلا مرتوسي ده فيه الكرونيك فورم او فيه الطور المزمن بتاعها اللي احنا اتكلمنا عنه ده يا بش مهندس دول حوالي ست سبع امراض دول دول اهم امراض الارانب هذا اليمنع ان فيه امراض تانية انما الحاجات اللي هي اكثر شيوعا واللي هي بتسبب خسار اكتر واللي بتسبب نسبة توفيات اكتر الكوكسيديا الكوكسيديا وحتى الكوكسيديا صدنا فناها الكابدية ومعوية والمعوية قلنا قلنا فيه تمن انواع ستة ما بيسببوش مشاكل واتنين بس اللي بسببو مشاكل وبتعمل النفاخ وهكذا الكوكسيديا وقلنا السلفات بصفة عامة في مية الشرب او في الحال هتبقى كويسة ليها كلمنا عن المينج او الجرب برضو شائع وبيحصل فيه من نوعين جرب الازن وجرب الايه الجسم واللي بينتشر وبيبدأ في منطقة البوز فيه الاول وكلمنا عن التسمم الدموي الارنابي الفيروسي وكلمنا النهاردة عن التسمم الدموي الارنابي البكتيري دي معظم الامراض الارانب اللي هي ايه اللي هي بتسبب خسائر كتيرة في مشروع انتاج الارانب تمام يا دكتور طب دلوقتي يا دكتور علشان بس كان فيه كومنس كتير بخصوص الحلقة السابقة زي ما حضرتك وعدت الجمهور برقم خاص بخصوص الاستشارات الطبية امتى هنبتدي نفعل هذا الرقم الخاص او المدة الزمنية بتاعته يا دكتور هنبدأه ان شاء الله من الاسبوع الجاي اول حلقة في شهر فبراير هننزل تلفون الاستشارة تمام يا دكتور فيه مفاجأة حضرتك ما قدمها النهاردة للبرنامج فيه قفص انا شايفه على ايدي اليمين اهو لعله خير ان شاء الله بإذن الله المفاجأة طبعا هي مفاجأة صرة ومش عاوز اقول عنه اختراعه ولكن اقول انها ابتكار ان حقا فيه بيورفيت او قصرة بيورفيت بتبتكر حيوان اليف منزلي جديد حيوان اليف منزلي جديد معروف الحيوانات الاليفة المنزلية لها كلاب القطر ماشي انما انا حصل ملاحظة جميلة بنقدم الارنب كحيوان منزلي اليف جديد فدلوقتي انا دلوقتي اه صممنا اه اه افص للارنب او شيالة بمعنى اصح للارنب اقدر اشيلها انقلها فيه اماكن مختلفة من البيت ممكن اعلقها في الحيط با اه بمصمر حرف ال وفي نفس الوقت الارنب ده حيوان وديع وبعدين انا دلوقتي شايف انا في حاجة للمية ليه اهية وحاجة علافة ليه الاكل وممكن احط اكل اخضر فيه وكمان بالاضافة لكده المية بتاعته بحطها فوق اهية كمان لما بس طبعا في حصل اهتزاز اثناء ما احنا بننقله كده انها طبعا ما عندناش مشكلة هو اللي حصل ان الارنب اللي فات انا حاسس ان الارنب هيطلع دلوقتي يا دكتور الارنب اللي فات لما خدته صراحة فريدة عجبها قوي وقالت لي هنخليه في البيت بس ما كانش عندي استعداد دي فعدم وجود استعداد دي اه مال وحطيته في كارتونة وكلام من دفع فيه واحد مات البنت لقيتها ايه بقى ايسي خلي بالك دي في قولة ابتدائي لقيتها بتبكي على الارنب اللي مات صح اخوها بتقول ام يا باجة تم ندفنه واحد تبكي وشغلت القرآن الله يرحل والله فالمهم ايه انا حبيت ان انا مزعلهاش وبعدين ايه اصمم اللي بتاعتها لوحط الورشة الورشة دي برضو هنعرض صورها المرة اللي جاية ورشة توحيد فتوخ قولت له اعمل لي ايه قفص للارانب انا عاوز احول الارانب الى حيوان منزلي اه اليف وبالذات لما دكتورة هنم جات في الحلقة اللي قبل اللي فاتت وكلمتنا عن التوكسو بلازمة وقلقتنا شوية من القطط خلي بالك القطط بقى مش هحطها في قفص قطط بتحرك جوه البيت كان بيحصل هلع بقى مرة بنتي جابت قططة من عند من عند واحدة صاحبتها وبعدين من نور طفع خلي بالك بقى القطط عن ايه لما تلمع في الضلمة دي وانت مش عارف له مكان ده ما ده في قفصة هو وبعدين الاطفال لما يهتموا بيه فريدة بتقول ايه ده انا بقى ده بيفرح لما بلقيني يجايبه له اكل ويقوم يقف ومش عارف ايه ويتحرك الارنب فدلوقتي احنا بالقفص ده انا ما عنديش ادنى مشكلة ليه بقى لان المية هي والاكل اهو ماشي وفيه درج اهو يعني ده مش هي ايه مش عمل اي حاجة في البيت انا هفضي الدرج ده لما يتملي ده حطى الراجل قال ايه كمان قال انت وكترفع ده شوية خلاص وقعدين هنخرم ده في اوطح حتة ونحطه في مثلا في ايه ونفضيه كل فترة هو عمر الارنب بديها دكتور صحيح يعني بتروح الاعمار مثلا لا هي الاعمار مثلا بقى فيه مثلا اربع سنين خمس سنين كده يعني بس عمتلك منها بتتولد كتير انت ايه لا يخليك تحتفظ بحاجة مسنة تعبانة طالما عندك بقى خلفة كتير وكده يعني انا بالمناسبة برضو من الحاجات اللي كنت بلانج ان انا عملها بس اكمن اكمن كان فيه زحمة واتأخرنا على الهواء شوية اللي هو فيلم فيديو صورته لايف من مزرعة ارانب بتاع الاستاذ ماجد يونس في مشتهر الراجل اللي عمل نظام جميل اوي مع انه له بطري ولا زراعة ولكن هو باكاريس تجارة بس منظم جدا وشوفنا حاجات جميلة جدا وعلمنا حاجات جميلة جدا في المزرعة بتاعته فيه عندنا فيديو ليها ولكن هنشوفها المرة الجاية ان شاء الله ونستفيد طبعا من خبرته من الحاجات الجميلة الارهالي قال لي لازم كل سنة اغير الزكور ده غير الزكور الزجاج ازاي؟ يبدل الزكور مع مزرعة تانية عشان يبقى زواج اباعد من زواج اقارب زواج الاقارب اللي بيحصل فيه ضعف للناس له وامراض وكده حتى في الحيوانات؟ طبعا إنه بقى يجي مثلا ايه الارهالي بديد تلاقي مثلا ايه ده بيه اه بيه اه زواج اقارب بقى الناس اللي يضعف والانتاج يقل وكلام منه طبعا هو مش ومن شاء الله يقول بقى ان هو بيعديل لحمه ويشتري لا مع مزرعة تانية يديله ذكور ويجيب من عنده ذكور وبكتالي ده كده عمل زواج اباعد اه وكده قوى الناس اللي عنده وقوى الانتاج اللي عنده وقلل الامراض تمام يا دكتور تمام هي فكرة بصراحة القفص والارنب ان هو يبقى متواجد في البيت وهو جاي يعني حيوان قليف يعني طبعا أنا بقولك على حاجة مش ماندس أنا كان بييجي الارنب ده كان بيغلق من الكارتونة وكان يلف في اي حتة في الشاق كان بيبهدل الدنيا اه دلوقتي بقى محكوم وبعدين بقدر احطله اي حاجة وبعدين الميا بتاعته هادي درج بلاسيك اهو بفضين ماشي والميا بتاعته فوق اهو قلل بالك دي فيها سوستة كل ما يشدها كده تقوم تنزله ميا تنزله ميا على قد فكرة حلوة جدا تي حاجة اسمها النيبل برضو كده برضو فيها ايه فيها سوستة يضغط عليها تقوم تنزله ميا على قد وفبقه مباشرة والعلفة السودة دي بحطوط فيها علفة ممكن احطوله عليها خضرة زي البرسيم اه زي ما احنا شايفين كده فاحنا في بيور فيت اه انا والمهانس عمرو وفريل العداد بنقدم الارنب اه للمصريين لاطفالنا والاخواتنا الصغيرين اه في البيوت كحيوان اليف منزلي مش عاوز اقول عديم او قليل او يكاد اكون نادر مفيش امراض مشتركة ريكوردد انها تتنيل من الارنب للانسان ما ده اللي انا كنت هسأل حضرتك فيه بس لازم اكون عارف واكون اوير ان ممكن يحصل له مرض فانا علشان اعرف اعالجه زي مفيش لحد الوقت مفيش امراض مشتركة من الارنب للانسان لا انا اصد دي مثلا بين الارنبين مثلا لو حصل لهم حاجة بش المفروض ابقى عارف مثلا اه طبعا ما احنا ورنا بقى هلاحظ الحكاية دي وكده انا ممكن يبقى ارنب واحد ممكن احط الحاجز بينهم ماشي ولا كده كده ايبا فيه علاقة ود بينهم ويبوا ايه لما يكونوا بردانين يدفوا بعض الكلام من ده ممكن يلاقي سلوك كمان ملاطفة بين الارنب وبين بعض هي فكرة بصراحة قيمة جدا يا دكتور حاتم وبصراحة انا اتفاجئت بموضوع القفص ده لان انا ما شفتوش قبل كده وفي نهاية حلقاتنا النهاردة يا دكتور حاتم احب اشكر حضرتك على المعلومات القيمة وان شاء الله الاسبوع الجاي الحلقة يوم الاربع من الساعة خمسة لستة والاعادة بتاعتنا ان شاء الله عزيزي المشاهدين من الساعة ستة لسبع فجر الخميس انتظرونا الاسبوع الجاي في برنامجكم بيورفت شكرا جزيلا